المقترح القانون تضمن مساواة للجميع وليس فيه صفة طائفية كما حاول البعض أن يروج ذلك هو أعطى لأتباع المذهب السني كما أعطى لأتباع المذهب الشيعي الحرية الكاملة في أن يختاروا الأحكام الشرعية وفقا لمذهبهم ولو لم ننص على ذلك ونثبت ذلك كان يمكن أن نتهم بأننا راعينا حساب طرف دون طرف آخر وأيضا مقترح القانون راعى التوجهات الأخرى حتى غير الإسلامية وحافظ على أصل وجود القانون وهو قانون الأحوال الشخصية النافذ رقم 188 لسنة 1959 أقولها بشكل صريح المقترح الحالي لم يلغي القانون النافذ الحالي المطبق للأحوال الشخصية ولم يستبدل هذا القانون وإنما أعطى خيار آخر وهذا الخيار لو لاحظت سياق النصوص وصياغة النصوص تجده قد منح على سبيل الاستثناء وعلى سبيل الرخصة وهذا في الحقيقة قمة التنازل وقمة التواضع في حين أنه لو عدنا إلى المسألة الديمقراطية والمبادئ الديمقراطية الأغلبية يمكن أن تفرض رأيها حتى على الآخرين بعد أن تضمن حقوق الأقليات لكن مع ذلك لم نفعل ذلك ترجمة نانسي قنقر